قضية أثارت الجدل في الساحة الرياضية الأردنية بسبب تسجيلات صوتية لرئيس ناد الوحدات كل التفاصيل في تقرير مراسل العربية محمد العزام هل كثير من الجدل أثارتها قضية تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس ناد الوحدات طارق هوري والتي اعتبرتها الأندية المنافسة في الأردن بمثابة اعتراف بالتلاعب بالنتائج في مسابقة الدور المنقضي والذي توج الوحدات بلقبه بفارق نقطتين فقط عن الفيصلي تعليمات الاتحاد الأردنية تعليمات ناقصة بكل تأكيد تعليمات ناقصة تعليمات ناقصة في عملية تناول الموضوع كأساس عملية التلاعب بالنتائج الأساس نحن نتكلم عن الظروف المحيطة الظروف المحيطة لا تؤشر بأن هناك تلاعب لا تؤشر بأن طرف هناك كان بحاجة إلى التحفيز من أجل التلاعب ناد الوحدات أصدر بيانا رسميا حول هذه القضية والتي نالت اهتماما إعلاميا كبيرا خلال الأسابيع الماضية نادي الفيصلي فقد قامت إدارته بتقديم شكوى لدى الاتحاد الأردني يتهم فيها الوحدات بالتلاعب في نتائج المباريات بالدوري تصورنا أنه لازم يكون هناك في شكوى لمقدمة للاتحاد أول شيء لأخذ حقوق الفرق كاملة والوقوف على هذه الظاهرة الغريبة علينا وعلى مجتمعنا الرياضي اللي إحنا ما كنا متعودين عليها اتحاد الكرة الأردني رفضت تصريح عبر ناطقه الرسمي أو أمينه العام حيث ينتظر توصية لجانه القانونية في القضية قبل اتخاذ أي قرار فيها قد يكون حاسما لمستقبل الكرة المحلية محمد العزاء العربية عمان الشكوى زي ما بتعرفوا ردت من قبل اللجنة التأذيبية بالاتحاد الأردني لكرة القدم إلى النادي الفيصلي وحسب القانون لا يحق النادي الفيصلي رفحها مرة أخرى أنا بدوري بكرة رح أروح من الصبوع على الاتحاد الأردني لكرة القدم وأقدم كتاب ومطالبة بفتح تحقيق بهذه الشكوى الموجهة ضدي وأصدار قراره إما بتبرئتي إما بإدانتي عشان أعرف كيف أتحاسب مع كل شخص قام وروج وتحدث بشكل غير رياضي بهذا الشأن نشوف الكل اللي لاحظ والكل اللي اهتم أنه الهدف طارق خوري والهدف النيل من طارق خوري أولا التصريحات والحديث هو كلام مجمع من أكثر من مكان وتم تجميعه هو كلامي لكنه في أماكن مختلفة تم تجميعه في عبارة واحدة وهذا الإشي سهل إثباته حتى قانونيا وأيضا مش مهم الكلام المهم الفألي يعني الاتحادا ليش بكرة دروح على الاتحاد دروح أقدم طلب رسمي بفتح تحقيق بشكوى النادي الفيصلي التي تم ردها يعني ردوها النادي الفيصلي بس أنا بكرة بدي أشك فيها عشان يتحققهم الأحداث عندهم 12 نادي 11 نادي ينادوا مسؤولين للـ 12 نادي يدققوا حساباتهم يدققوا حتى مع لعبيهم مع مدربينهم إذا طارق خوري أتحدى إذا طارق خوري أو أي عضو من أعضاء إدارة نادي الوحدات أو أي شخص قريب من إدارة نادي الوحدات قام بإغراء أو بدفع مبلغ من المال إلى أي نادي كان مقابل أن يفوز ترجمة نانسي قنع